مصادر سورية تفيد باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة على الحدود السورية اللبنانية دون وقوة إصابات ترامبا يعلق تنويل بلاده لمعظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي ينادد بهذه الخطوة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظم يؤكد أنه انتهى من تحديد تشكيلته الوزرية وسأعرضها قريبا للبرلمان مرجز الأخبار من اي 24 نيوز أهلا بكم قالت مصادر محلية سورية مختلفة أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارتنا تقل أفراد من تنظيم حزب الله ووضحت المصادر أن الهجوم الذي وقع عند معبر جديدة يابوس الواقع على الحدود السورية اللبنانية لم يسفر عن سقوط أي ضحايا اتفر ركاب سيارة منها قبل إصابتها وتدميرها الأخبار كورونا حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إسرائيل إلى 126 فيما يتجاوز عدد الإصابات الـ 12 ألفا وصفت حالة 170 منهم بالخطيرة ميدنيا تستمر حالة الإغلاق التي تعم أرجاء البلاد لسيما خلال عيد الفصح اليهودي إلى ذلك حضرت وزارة الصحة الإسرائيلية من ازدياد عدد المرضى في البلدات والمدن العربية بفيروس كورونا وخصوصا في قرية دير الأسد ووصل عدد المصابين في القرية إلى 23 من ناحيتها أشرت الهيئة العربية للطوارئ في إسرائيل إلى تجاوز عدد المصابين في المجتمع العربي 418 مصابا أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ماي كيل عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورامالله ووضحت كيلة أن اثنين من المصابين من مدينة دورة في الخليل وثالث من بلدة نالين غرب رامالله ولفتت إلى أن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75% من إجمالي المصابين قال مفتي القدس وديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أنه لن تتم دعوة المعطنين لتحري هلال شهر رمضان مبارك هذا العام منعا لتجمعات وأشار المفتي إلى استمرار إغلاق المساجد خلال فترة الطوارئ والتي ستشمل بداية شهر رمضان بالإضافة لتعليق صلاة الجمعة والجماعة حفاظا على حياة المواطنين إلى العالم العربي حيث كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبول المحافظين بإغلاق الحدائق والشواطئ وماكن التجمعات أما المغرب الذي سجل اليوم وفيات وإصابات جديدة وسط دراسة السلطات إعادة بعض مرافق الحياة تدريجيا إلى طبيعتها العدد الذي كان قبل الكورونا على الطوبيس يكمل المقاعد وتبقى ناس وقفين ولكن من بعد الكورونا على الأقل الحركة الرجلين لأنه كان المسافة المتر ما بين كل مواطن ومواطن يعني الطوبيس على الأقل إذا كانوا غير كبوا فيه غير كبوا فيه مثلاً 15 إلى 20 ولكن بالنسبة للقانون الذي كان حالياً الذي نحن نسير معه يومياً بحكم التنقل في الحافلات وهو 31 شخص إذا زيت على 31 شخص ينضي شي فورتي هبطة ما فوق 31 أشارت دراسة إلى افتقار أكثر من 74 مليون عربي إلى مرافق لغسل اليدين ما يصعب الوقاية من فيروس كورونا وفدت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا الأسكوا أن مسألة غسل اليدين بالماء والصبون ورغم بساطتها إلى أنها تعد أمراً مؤقداً لتجمعات في عشر دول عربي على الأقل بسبب النقص في تمديدات المياه حضر صندوق النقد الدولي من أن معادلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط بسبب فيروس كورونا إلى جانب تراجع أسعار النفط وأوضح صندوق في تقرير أن غالبية دولي شرق الأوسط وشمال إفريقيا ستخسر حتماً مئات المليارات من الدولارات على شكل إرادات أعتقد أن رسالة هذا العام هي أننا نواجه واحدة من أكثر الأزمات تحدياً التي شهدتها المنطقة على الإطلاق إنها صدمة كما تعلمون على عدة مستويات والتي جاءت على مراحل مختلفة تحتاج المنطقة حالياً إلى رفع مستوى استجابتها لمعالجة فيروس كورونا لأنه بدون ذلك فيتدهور وضع الصحي بشكل كارثي هناك حاجة إلى عدد معين من التدابير ويجب وضع الأولويات وراء الرعاية الصحية كما ويجب حماية الأنظمة الاقتصادية عالمياً سجلت حتى صابيحة هذا اليوم أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا نصفها في قارة أوروبا فيما يبلغ عدد الوفيات قرابة 129 ألفاً وهذه الأرقام لا تكشف سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات لأن بعض دول تجري فحوصاً فقط على الحالات الخطيرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية واتهم ترامب المنظمة بارتكاب أخطاء كثيرة في أزمة تفاشي الفيروس وأنها تبالغ في تقربها من الصين وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية بأكثر من أربعمائة مليون دولار سنوياً أوعزت لإدارة اليوم بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية وذلك بعد إجراء مراجعة لتقييم دور المنظمة في سوء الإدارة الشديد للأزمة والتغطية على انتشار فيروس كورونا الجميع يعرف ماذا يحدث هناك وعلاقت خطوة ترامب تنديداً دولياً إذا عرب وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي جزيب بوريل عن أسافه العميق لتعليق المساهمة الأمريكية في معبرت الصين عن قلقها الشديد أمام موسكو فوصفت ما قامت به واشنطن واتهاماتها للصحة العالمية بالمقاربة شديدة الأنانية تغرب الصين عن قلقها البالغي إزاء إعلان الولايات المتحدة تعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية الوضع الحالي للوباء العالمي قاتم نحن في مرحلة حرجة وهذا القرار الأمريكي سيضعف من قدرات منظمة الصحة العالمية ويقون التعاود الدولي ضد الوباء صرح الكنتاجون الأمريكي بأن فيروس كورونا نشأ بظروف طربيهية على الأرجح لافتا في لقت نفسه إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد وقال رئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي إن أجهزتها وعناصر المخابرات اهتمت بهذا الأمر وحوالت تأكد ما إذا كان الفيروس قد تم ابتكاره في المختبرات أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنها أحصت 520 وفاة بفيروس كورونا في الساعة الأربعين وعشرين الأخيرة وأشرت الوزارة إلى تراجع الحصيل بعد ارتفاع العدد الذي سجل الثلاثاء وبشكل عام توفي حوالي 18 ألفا وخمسمائة وثمانين نتيجة الفيروس في إسبانيا أكد مدير البنك الدولي في الهند جونيد أحمد أنه لا ينبغي للعالم أن يصبح بتحول البلد المقتض بالسكان إلى البؤرة التالية لتفشي فيروس كورونا وقال أحمد في مقابلة صحفية أنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم ابطاء الاقتصاد موضحا أنه نتيجة لهذا التباطئ اتخذت الحكومات والهند على وجه الخصوص خطوات لحماية أفراد المجتمع الدعفة أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظم اكتمال كابنته الوزرية مؤكدا أنه بصدد عرضها على البرلمان قريبا يتهد بعد أقل من أسبوع من توليه المهمة وإزاحة عدنان الزروفي إلى ذلك يجري حراك واسع من قبل أوساط المقربة للفصائل المسلحة من أجل وقف تحريضها ضد القاظم والتقدم في تشكيل الحكومة العراقية أكد رئيس الحكومة الليبية أو حكومة الوفاق فايز السراش بمقابلة مع صحيفة الاربوبليكا الإيطالية أنه لن يتفاوض بعد اليوم على حال سياسي مع المشير خليفة حفتر واتهم السراش حفتر بارتكاب جرائم بحق الشعب الليبي يتزامن هذا مع سيطرة قوات الوفاق على عدد من المدن والبلدات شرق العاصمة وانتزاعها من أيدي حفتر قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي أنه وفقا لاتفاق أوبيك بلس فإن بلادها لن تخفض إنتاج النفط من تموز يوليو حتى نهاية عام 2020 وذكرت الوزيرة بعدم قدرة بلادها في المشاركة في المرحلة الثانية من الاتفاقية في الفترة الممتدة من الشهر المذكور إلى ديسمبر كانون الأول وهبطت أسعار النفط بشكل حادة وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولار للبرميل توقعت الوكالة الدولية لتوقع انهيار الطلب العالمي على النفط بسبب أو بما يزيد عن 9 ملايين برميل يوميا هذا العام والسبب الرئيسي لهذا الانهيار يعود إلى شلل الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وبهذا نصل إلى ختام هذا المجزء الإخباري من I24 News شكرا للمتابعة في أمن الله اشتركوا في القناة